السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم شاء الله نشترك معكم مملحات بعجينة المسمن بحشوة مختلفات من شاء الله تجربوهم كيف العادة وتبعتو لي التطبيق ديالكم على الانستغرام او صفحة ديالي على الفيسبوك كويزين فاميلي احتر انستغرام تميتو كويزين فاميلي وتفضل مع اياه في اشتفو تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله قد نحتاج هنا كوبين من الساميد الناعم و اه كوبين من الطحين يعني الفارينا حرينا بغربلة ولا اي نوع ديال التقيق بغيتو اه ممكن تستعملوه هنا غدا نستعمل ملعقة كبيرة من خميرة البلدية او ممكن تستعملو الخميرة العادية لابغيتو كتستعملو غي قد الحميم سا هكذا يلا استعملتو الطرية ولا استعملتو الفورية كتستعملو نصف ملعقة صغيرة طافي غدا نعجن هاد العجينة بالماء ديال النافع و غنضيف هنيا ملعقة ديال العسل غي بش كيتحمر لي هاد المسمى بالنسبة لما ديال النافع تحضير ديالو كناخدو معلقة ديال النافع و كنكبو عليها الماء طيب حتى كيتلق مزيان و من بعد كنصفو اه انا احتاجت لي هاد العجينة كوب ونصف يعني اخداليا كاس ونصف وهنا غدا نتعمل فيها ديال الملح وهاد النافع هاد مني كنعجنو بيه يعني العجينة ديالنا يعني المسمن او الخبز ما كيتهضم بسرعة صافي غدا نتعمل العجينة ديالي كيف العادة و ممكن تتعملو حتى الماء الزعتر حتى هو كي نسم او كنحكو هكا العزعتر بني دينا و كننزيدوه في العجينة لما بغيتوش بايبا يعني هادي فكرة ديال انكم تديرو على شكل تيزان هنا صافي غدا نخلي العجينة ترتاح و غدا نمشي باش نوجد الحشوة الحشوة الاولى اه كنت تعمل هنيا خديدت تقريبا اه جوج ديال الحبات ديال بسباس وجلبانة و اه حبة كبيرة ديال البصل غدا نزيد عليهم هنا شوية ديال زيت الزيتون و غدا نديهم يتشحروا وهاد الحشوة ما غنزيدش فيها بتاتا لملح لانا غنز تعمل فيها اه سومو والسوموره مالح والهريسة هي فيها شوية ديال الملح هنا كيف ما شفتم معي صافي تشحروا غنزيد هنا شوية ديال اه الهريسة كيف ما شفتم معي راني ضفتها بالنسبة لجلبانا اللي كانت عندكم ماشي في الكنجيلاتور يعني كانت بقاطرية ضروري ما تسلقوها واحد شوية دولة دوزوها في لفابير و عاد اه عاد ضيفوها هنا هدا هو شرائح ديال سومو اللي غدا نزيده مهنة غدا نقطعهم بطريفات و غدا نزيدهم اذا بصافي ما غداش نرجعهم البوطة غدا نخليهم في هكدا اه حتى تبرد الحشوة و غنمشي باش نوجد الحشوة الثانية هاد الحشوة هادي كتجيرا جدا يعني ممكن تستعملوها البزفزف ديال حويش بالنسبة للحشوة الثانية اخذيت هنا يا خذيت البصلة الخضرية كتجيزوينة بزف ولا البورو لما كتجعدكم بصلة الخضرية شحرتو مع شوية ديال زيت الزيتون و غنزيد ليه هنا يا خيزو محكوك هنا تقريبا عندي خمسة ديال ديال حبات ديال خيزو او الجازر جازر اللي حكيتو يعني مبشور وهنا غدا نزيد الحمض المصير ضروري الحمض المصير فهذا الحشوة لما كتجعدكم الحمض المصير استعملو الحمض العادي او استعملو آآ نصف كأس ديال البرتقال آآ لا استعملتو الحمض العادي استعملو آآ غير ملعقة فقط ملعقة كبيرة بالنسبة الحمض المصير انا قطعتو قطع صغيرة وهو اللي يعني ضروري هاد اللمسة هادي ديال الحموضية في هاد الحشوة. انا استعملت آآ الثوم ضروري الثوم حتى هو. باش غينكهلينا هاد آآ هاد الجازر هادا. وهنا استعملت آآ شوية ديال حبات ها ككشي عشرة ديال حبات ديال الزيتون قطعوهم طا قطع صغيرة باش يكونوا مع مع الخيزو. ما فيو غنستعمل يعني المالح. وغضا نااا ندي هاد شي يتشحر. من بعد ما تشحر انا زيت هنا شوية ديل كامون شوية ديل زنجبيل شوية ديل تحميرة وشوية ديل الهريسة هاد شي كله يبقى على حسب الضوق وغاد نزيد هنا يا القصبر والمعدنوس بما ان عندي يعني كان اخر الاسبوع بقى لي واحد شوية ديل القصبر والمعدنوس خفتوا لايخسر لي هاد العملية هادي اه نكبيت عليها شوية ديل زيت الزيتون باش ما هي كنقطعو كنكبو عليها كده اه كنصبو عليها كشوية ديل زيت زيتون باش ما كيخسرش يعني عمليات الانقاد اما انا ما كنوجدش بحال هاد اه بحال هاد شي يعني ما كنخليش هاكا جبنين القصبر يلا نقطعو ونستعملو اه اه ضروري ضروري من شوية ديل هاد الحوشو هادي استعملت فاكلمة ضروري بزاف اه اه يعني استعملو اللوز محمر ومقطع ولا استعملو كوكولة ما كانش عندكم اللوز صافي خليت الحوشوة ديالي تبرد بغدا ندوز باش غدا نوجد هاد المسمنات او المملحات صافي العجينة اللون ديالها هكده لانه ما فيهاش الفورس يعني فيها الفارينة يعني الفارينة ما فيهاش مبيضات وكيخليو في وحد شوية يعني شوية ديل اه شوية ديل النخالة وبالنسبة كيبان لكم بحالة واحد لحوبيبات تغيورين هادوكرة ديال الخميرة البلدية لان خميرة بلدية فعن نخالة بازاي يعني من قبل كنت عجنت خبز كنت عجنت البطبوط كان فيه النخالة بازاي سافي هنا من بعد ما سرحت العجينة غندهنها بالزبدة هي اه هنا دوبت الزبدة وخلطتها مع شوية ديل زيت الزيتون سافي احنا ولفنا هكده يعني المسمن بالخميرة البلدية او ضروري لا مدرش فيه الخميرة البلدية وكنجي عندي ضروري ما ندير فيه البكاربونات او او البن او ضروري ندير فيه شي حاجة اللي باش يتهتم لنا لانه اللي نحسه بالفرق لانه بما انه كن دائما كنتستعملوا الخميرة البلدية داك شي باش اه هنا سافي غدا نحط الحشوة ديل الجزر هاد الحشوة هادي كتجي دي دا دي دا دي دا فيها واحد توازن يعني في الماضاق كتجي دي دا وبسيطة لا بغيت تزيدو لها الحب كي يجي معها كتواتة معها الدجاج انا كنت تعمل هادي جحال هادي كنت كنعمر بها البسطيلة هاد الحشوة هادي يعني رفقتني يعني من كنت نحطرها من لي كنت صغيرة يعني من جحال هادي اه كنت كن نشحرها مع مع الدجاج يعني كتاخدوا الدجاج كتطيبوه عادي وكتزيدوه لهاد يعني كتديروه فرشاء ديل الجزر وفرشاء ديل الججاج كتجي لدي دا دي دا بزاف صافي وبنفس اه وغند نقاها دا هاكتا بنفس طريقة حتى غدا نكملهم يعني لويتهم هاكتاك وده بغندوزو بش نوجد يعني الثانية بنسبة للتانية دا هي ساهلة غدا نشكلها على شكل مسمنة صافي من بعد ما سرحت ضرور يدهنوها بالزبدة زبدة وشوية ديل زيت الزيتون كي نسمته هو وبالنسبة للزبدة را دا ايمن نراني في اشحال مرة يعني تجاركت معكم الطريقة دا ايمن كن ندوبها وكنزول منها الحليب كجي سحية اكتر لان هاداك الحليب كيتحرق مني كنا دخلوه الفرن صافي انا غنعمر بهاد بالنسبة لي ما عندوش سومو في الماء هو فصراحة كيتواتم زيان مع البسباس والبسباس را كيف شفتو رادي استعملتو عني بالوريقة ديالو تذوك الوريقة خضرين ما كان له حمش تاوما كي اعطى واحد لما داق رائع الى ما كانتش عندكم يعني الى ما كانتش عندكم هادا سومو في الماء تقدرو تستعملو اي سامك بغيتو يعني هادا هو البسباس صراحة كي يجيزوين مع مال اسماك صافي كنا نشرحوها هكدا هلا ود المضاق لود المنضر عفون من بعض غدي تحلو غدي بقى ويبالو لنا دوك الطايات صافي غنبقى غدا هكدا حتى غدا نكملهم كاملين ما غدا ندهنو ملبة يدلب تشي حاجة غادي كزبيدة ومعي القديل العسل غدي تحمرو ندخل اه ندخلهم يطيب الفرن يكون ترجى ديال الحرارة ديالو ميتين وعشرين ونخليهم حتى كيتحمرو مزيان ومن بعد كنقص شوية الحرارة دائما هدي هي الطريقة ديال الطهي ديال اه اي مملاحات يعني باش احتمني كالطيب ولا بطفيتي راني كنقولها وكنعودها باش اه كتجي يعني كتحل العجينة وما كتجينش اه اني هادي التقنية كيستعملوها يعني اه ليشاف في الاكفيزيت باش كيتحلو لنا ذوك الطيات وما كيجينش اه اه لاني شحن من مرة كنا كل يعني ذوك المملحات كيكونوا من الداخل مع جنين يعني محمرين من الفوق والداخل كيكونوا معجني يعني حتى المسمن كيبغي طيب مزيان كيفش فتوره طيب مزيان من الداخل ومن على برة في حتى هاد العجينة هادي كتجيزوينة ولا ابغدوا انواع اخرى ديال العجين راكين في القناة كينين ديال سنة الماضية اتمنى ان شاء الله تكون هاد الوصفة نالت الاعجاب ديالكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة